ما نطلوب منك خبير أمني وستراتيجي سيد سرمد لتأمين حدودنا هناك مخاوف الآن وانعكاسات على ما يجري في سوريا على العيران لا 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 شوف أبد والله أي تخوف ماكو إذا مسكنا حدودنا بصورة قوية ومسكنا الداخل من خلال العمل الاستخباري والمخابراتي كل شيء ما رح يصير عندنا بالإضافة إلى الأخطر من هذا بيئة الحاضنة مثلا سواء مناطق السنية خليني سميها ليست مثل قبل مناطق هذه شهدة إعمار شهدة حياة جديدة حياة مستهرة ما عندهم استعداد يضحون بهذا الشيء أتيت كلمية تقارنها بحلب حلب اللي يرى مليون ونص والآن صارت مليون ونص لا كهرباء لا مي لا فإذاك ما تقارن يعني بحلب بالمناسبة هناك موضوع مهم أصلا هم الحلبية والحموية هي هاي بيئته المناسبة هم أغلبيتهم يعني تغلب عليهم التشدد الدين وهذا شفناها وزرناها وعشناها وهذه هم أساسا متشددين فجوي هاي تاريه الشام وبقيت الفصائل معها سبحان الله يعني ما راح يقاتلوهم أنا أقول لك يعني أنت تقول أن هناك تناغم ما بين سكان هذه المحافظات أبط ضبط بط هذه الفصائل طيب سيد سيد سرمت وأزيدك أزيدك 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 أسمحيلي 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 هناك تناغم آخر ستراوه في ريف حمص ريف حمص حول حمص أيضا تناغم وريف دمشق زين أيضا هناك تناغم ودرعا في الجنوب